مين هيكمل وراء ما يقوم به رأس الدولة؟ رئيس الجمهورية بيطلع أمريكا بيقعد معه في مئدة مستدرة معه رأساء الشركات الكبرى الأمريكان ورأساء مجالس الإدارات الشركات العظيمة اللي موجودة بأمريكا تكنولوجيا وغير صلاة ونقل وغيره بيطلع على أوروبا بيقعده نفس الكلام رجال أعمال وغير بيقعد معهم بيقعد مع رساء الدول عايزين نمهد عايزين نزال بيطلع على أفريقيا بيطلع على الصين بيطلع على هند السؤال فين القاطرة بتاعت القطع الخاص اللي تطلع تكمل تطلع تكمل الاتفاقات أو تستفيد من الجو اللي تم تمهيده وصنعته مهوزيارة رأسية لما يطلع مثل الرئيس يطلع على دولة زي الهند بيبقى الأجواء ممهدة فيه تفاهم فيه تناغم فيه فيطلع المفروض طبعا أنا مش بطالب القطاع الخاص بس والحكومة كمان يعني الرئيس بيروح هو الوافد المرافق ليه بيعمله عملية يعني تمهيد سياسي وديبلوماسي وعلاقات إلى آخره المفروض أن الحكومة تكمل تروح والرئيس تكمل وياخد معه رجال أعمال يطلع رئيس الوزراء أو وزير السمار أو وزير التجارة أو المسؤولين عن الملف الاقتصادي يطلع بطيارة وياخد معه رجال أعمال على الهند ياخد طيارة ومعه رجال أعمال على رواندا ياخد طيارة ورجال أعمال على العراق رجال أعمال كلهم اللي بتحبه اللي بتكرهه وكله يطلع الناس النجحة يا جماعة الناس النجحة المفروض ناخدها عشان نستفيد بخبراتها الناس اللي عندهم إمكانات وعندهم تاريخ وعندهم إرادة وعندهم رغبة في أنهم يعملوا شغل اطلع يعني الدولة مش بس المفروض تماهي الداخليا وكمان تاخد الناس دي في الخارج عايزين نوسع عايزين نجزب السمارة من بره وعايزين نزيد من حجم تصديرنا إلى الخارج خلينا يبقى فيه عمل يعني ممنهج الرئيس لما يطلع عنا فاكر كويس جدا لما يصطلع على الهند أو الصين أو أمريكا أو ألمانيا أو فرنسا أي دولة من الدول اللي الرئيس بيروح المكون الاقتصادي هو الجزء الأهم الرئيس بيهتمي به في أي لقاءات مع أي مسؤول طيب بعدين المفروض بقى مجلس زراء بيقعد بعدها بيناقش زارة الرئيس ونتائجه ويحول هذا الكلام إلى برنامج عامل وتكلفات طيب ليه نبقى فيه بوطء؟ المفروض نجري بسرعة الرئيس يا أخي لازم نجري بسرعة الرئيس منفعش نجري تقول لي رئيس قوي والرئيس بيجري والرئيس عنده طاقة والرئيس 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 بيعمل وبيعمل يا سيدي على فكرة الرئيس مش بستنى حد يقول أنه الرئيس عايز نعمل لكامل وراه نجري نتشعلق نتشعبط في الرئيس هو بيجري بقول للحكوم كل أعضاء الحكوم اتشعبط يا أخي في مؤسسة الرئاسة في الرئيس وهو بيتحرق وعشان القطاع الخاص يتشعبط فيك وانت بتجري عشان القطاع الأهلي يتشعبط في القطاع الخاص هو بيجري كلنا نبقى زي خليط النحل زي خليط الرئيس